ساكم الله بالخير اليوم عندنا موضوع موضوع الموضوع هو لشغل في شيء احنا كلنا قاعد نسمعه ونسمع الكلام عنه ودايمن في ذهن المواطن ان كان كويتي او مو كويتي او زمبابوي كلمة غسيل الاموال ماني لوندري في احد منكم مرة سأل نفسه شنو معنات ماني لوندري 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 مغسلة ففلوس ومغسلة نرجع بالتاريخ في 1920 الحكومة الامريكية قررت ان ما في اسمه خمر ممنوع يبيعون خمر ممنوع الناس تشرب خمر فب 1920 هذا الشي اللي صار هذا الشي سموه The Period of Prohibition أو Prohibition مزين Prohibition يعني المنعة مما ادى الى الناس تصنع خمر وتبيع خمر مستورد ويوعدون ديلر بالشارع لانه كان الوضع العام انه فيه Prohibition قبل 1920 ما كان في شي اسمه ماني لوندري يتخيل من اول ما نوجد الانسان ليه 1920 ما في شي اسمه ماني لوندري موقعت غشور ما في شي اسمه ماني لوندري زين فب 1920 وقفلوا خمر شي اسمه Prohibition وقام الناس لان يبونوا يشترون خمر خلاص يبون يشترون خمر فقاموا يشترون خمر من ديلر أو يصنعون خمر طبعا الخمر المصنع يسمونه مونشاين ليش اسمه مونشاين لانه يصنعونه تحت اشعة القمر نور القمر في الغابات فقاموا يصنعون واين محلي ومونشاين اللي هو شراب محلي ويشترون خمر يبينوا برا على متن السفن اللي جاية من اماكن برا الاموال الناتجة عن بيع وشراء الخمر الممنوع من قبل الحكومة كان يحتاج ان يدش في البنوك عشان يدش بالبنوك او يتنظف كانوا العصابات مترئسة بالالكبون يشترون لوندرمات يعني يشترون مصبغة او يشترون اكوبامريكا مكان يسمونه لوندرمات اللي هو محل في خمسين مغسلة وكل مغسلة تحط فيها كوين والدز هذا تشدي وتشتغل المكينة فهم كانوا يابون ان الكاش يحتاج بزنس يبيلا كاش البزنس اللي فيه دائما كاش وايت زين حق اللي يبيغسل الفلوس عشان الفلوس ما تدش فقام يشترون مغاسل مغسلات ما يسمونهم وقام يحطون هالفلوس في هالمغسلات حلو كلام حلو فكل الاموال الناتجة عن الغسيل من خلال المغسلة سمية غسيل الاموال وصلت حكومة الامريكية تعبت حاربت سوت صرفت زليار في معاربة الغمر ناس ماتا وناس تحاربا وناس نسجنة فلوس انكبت بالشارع ولا زال يشربون قالوا يا جماعة تعالوا خنفكر احنا نشل غباء نخسر فلوس ليهني وما نقدر نوقفهم قالوا بدال ما نحارب واحنا نخسر وهالديلرز يربحون ويصيرون اغنية ويصيرون عصابات ويسون ويسون اسهل طريقة اني حاربة اني اسمح بالشيء اللي هو قعبيعي يصير مسموح احط عليه تاكس انا كحكومة اربح بدهل دينار عشر واكثر سوق هذا المال العصابة وهذا اللي صار فسمحوا بتداول وشراب واحتساء الخمر والخمر كانت تاكست في قانون اسمي لو نسيت رقم احطي و هذا لذلك الحكومة الامريكية او التاريخ هذا هو من انتج فكرة ماني لوندري بعطيكم معلومة صدق صغيرة احنا احد دول الستة او السبعة ثمانية ستة سبعة ثمانية بالعالم كله اللي ممنوع عندنا الخمر احنا طبعا اللي بيعك خمر انا اسأل الشباب انه ما عنده ايتيه مشهد يعني كله كاش فمثلا اذا احنا ناخذ مثلا 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 زين عسى بمثال يعني اذا ناخذ مثلا 12 بطل بخنقول بخمسين كارتون هذه 600 بطل البطل خنقول سعره يعني خنشد بخنقول سعره 60 دينار هذا 36 ألف بالسنة اكو 13 مليون دينار كاش وينك هيروحون احنا ما عندنا مقصده احنا عندنا رسالة البيت هل هو محل هل هو محل مؤجر ما يبيع هل هو منزل هل هو ارض هل هي شقة هل هي سيارة هل هي ساعة هل هي انتو عرفتوا الحين ليش الناس ينت لأن هذا الشيء هذه الأموال الناتجة عن أشياء غير شرعية تدش في الاقتصاد وتدش في الاقتصاد وتخرب التركيبة الاقتصادية بشكل مطبيعي لأنه تخلق فروقات ما بين مدخول الفرد أو المدخول المتوسط للفرد ومدخول التاجر ولذلك حتى مثلا تلاقي استهلاكيات أسعارها تتغير تلاقي البيوت أسعارها تتغير المحلات التجارية التي تستعمل لغسيل الأموال أسعارها وخلواتها تتغير ليش لأنه في تفاوت ما بين الدخل الطبيعي والدخل الغير طبيعي الناتج عن أموال غير شرعية السؤال هو هل نستمر في محاربة الخمور إلى أبد الآبدين ونهدر أموال طائلة ولا يازال الخمر موجود في كل مكان أو أو تراني اقتصادي يعني أنا قاطع لك كل شيء منظور اقتصادي أنا مون بارتندر موقع شجع أس شاء الله محد يشرب ليوم الدين بس قاطع للموضوع مالي اقتصادي بحت